قبل الماتش بيوم كنا بنتكلم هنا وكان معنا بشار عبد الله فمنقول أن النادي الأهلي ونادي الدحيل بيفكروا في ماتش باير مينخ فأنا دخلت وقلت اللي عايز يفكر في باير مينخ يفكر لكن يفضل أنه ما يفكرش لأنه لو فكر في باير مينخ معناه أنه ده عدم احترام للمبرارة اللي هيلعبها كل فريق ضد الآخر كلمة عدم احترام دي هي اللي قالها المعز قال أن احنا احترمنا النادي الأهلي أكتر من اللازم مصطلح الاحترام هنا لا يخص الاحترام الأدمي الكرامة الكبرياء لا ده احترام تاكتيكي احترام اللعب نفسه تاكتيكيا أن أنا ههاجم وافتح اللعب أن أنا هدافع وراء وأعمل زون ديفينس فكلمة الاحترام اللي هو هلأ مقصود بيها عمل تاكتيكي ليس مقصود بيها إهنتك كشخص في كرامتك أو تاريخك أو كبرياءك أو أصلك أو إلى آخره فهو اتقالت في وقته في ظروف كتير خصوصا عندنا في الإعلام المصري شعره طبعا أن النادي الأهلي بيتهان لما الكلام ده تقال وقيمة النادي الأهلي وجماهريته لا تسمح بإهانته فهي تفهمت كلمة عدم الاحترام غلط لكن هو لا يقصد احترام خاص بقيمة النادي الأهلي كنادي له كيانه وجماهيره لعبته هو يقصد الاحترام التاكتيكي لدرجة أنه قال احترمنا أكتر من اللازم بدليل أن الشوط التاني لما الفريق هاجم وانطلق كاد أنه يسجل إذا هو تخلى عن الاحترام الكامل وخلى احترام وسط فهو ده اللي يقصده أنا أعرف المعز وأعرف أخلاقه سام طيب جدا جدا وده بيبان في الملعب لما بيدخل على لعيب حتى لو خد انذار وعمل لعبة خشنة ده راح يقوم اللعيب اللي في الأرض اللي بياخد انذار دايما يا يونس بعد ما بياخد الانذار يده ظهر ويمشي ده يروح يطبطب عليك ولسه المعز مالوش رصيد عند الجمهور العربي خاصة المصري في أن هم يعرفوا طبيعة شخصيته وطيبته فلما التصريح يطلع بالشكل ده بدون مكياج من حق أي حد مش عارفوا أن يزعل ويفهموا غلط كيف تنحل بي